ترتفع أصوات جراحهم بالأنين فيصم العالم أذنيه آلاف الجرحى منهم من قضى نحبه متأثرا بجراحه ومنهم من تعفنت جراحه وآخرون أصبحت جراحهم إعاقات دائمة ومنهم من ينتظر على قارعة الأمل بالعلاج ملف الجرحى في اليمن واحد من أكثر الملفات تعقيدا وإثارة للسخط والجدل خصوصا مع نداءات الاستغاثة التي تطلق بين الفينة والأخرى والتي لا تلقى من يتلقفها سواء من الجهات الرسمية أو المنظمات العاملة في البجال الصحي ورغم تأكيدات الجهات الرسمية بإيلائها هذا الملف جل عنايتها واهتمامها وتشكيل لجنة وزارية تعنى بملف الجرحى إلا أن الاستجابة والاستفادة من هذا الاهتمام لا يرتفع لمستوى الحديث أو لمستوى أرقام الضحايا الجرحى أنا أتعامل مع 25 ألف جريح في مطلع العام الجاري قال وزير الصحة أن عدد جرح الحرب الدائرة في اليمن بلغ أكثر من 23 ألف جريح إلا أن من سنحت لهم الفرصة لتلقي العلاج لا تزال ضائلة مقارنة بأعداد الضحايا خصوصا أن عداد الجرحى لم يتوقف ولا تزال صواريخ الكاتيوشا وقذائف الهون تسجل أرقاما جديدة وتحصد أرواحا وتتلف أجسادا أخرى من الرياض إلى الأردن في السودان والإمارات والهند تمضي رحلة بعض الجرحى ممن حضوا بفرص للعلاج إلا أن نسبة هؤلاء لا تتجاوز العشرة في المئة من إجمال جرح اليمن العسكريين والمدنيين ممن وقعوا ضحايا القصف الميليشاوي فكان نصيب بعضهم الآخر مستشفيات باتت غير قادرة على احتواء هذه الأعداد الكبيرة من الجرحى لكثرتهم وقلة الإمكانيات يأمل الجرحى أن ترتقي خدمات العناية بهم وعلاجهم لمستوى تضحياتهم فيما يشتك الكثير منهم من إهمال الشرعية وخذلانها وتخليها عنهم اشتركوا في القناة